السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي أفضل الحالة إذن اليوم فيديو جديد اليوم شرح جديد وأيضا برنامج جديد برنامج كامل وشامل نعم ولكن قبل أن أبدأ الشرح أود أن أشكر كل من يدعمني وكل من يساندني أود أن أشكر جميع متتبعي كناة سوسو الشانيل شكرا 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 لكم وحالا سأبدأ شرح البرنامج مرحلة بمرحلة وسنبدأ بمرحلة الأولى الشي رح بنروح على البلاي ستور بنحاول أنه نكتب تيوب من هنا أنا تيوب من عندي أصلا سو أنا بكبس على فتح أنا عندي بالفرنسي وفغيغ أنتوا رح بتكبسوا بشان تفتحوا البرنامج سكنكتي يعني بدكم تدخلوا البرنامج لما تدخلوا على البرنامج بيطلب منكم الحساب اللي بدكم تدخلوا وتجمعوا فيه الكوينز أو النقاط وليس ضروري أنكم تدخلوا بحساب القناة مثلا أنا هذا هو حساب قناتي أنا لن أدخل بحساب قناتي أنا سأدخل بحساب آخر ليس لقناتي وانا أنصحكم أنكم تعمل نفس الشي أنا رح بجمع نقاط فهذا الكونت جديد أو الحساب جديد هو سعاد أو ميس سعاد إذا بتلاحظوا لما بينفتح معي الحساب رح بتلاحظوا أنه لأول مرة رح بيستخدم هالحساب يعني فيه زيره بالمجموع يعني رح بكبس مرة ثانية على سو كونكتي يعني معلش إذا مثلا البرنامج وقف معنا شوي ما بهم بنعيد وبنكرر أوكي بنكرر العملية كذا مرة هون أهو فتح عندي زي ما بتشوفو هون عندي سفر لأنه ليس لدي رصيد هون بروح على هالثلاث خطوط اللي باليسار لما أنا باقبس عليه هون مشان أشوف القناة اللي بدي أشتغل عليها أوكي بروح على البروفايل البروفايل تعني القناة التي أريد أن أرفع لها إما المشتركين وإما المشاهدات وإما الساعة وإما اللايكات وهنا أنقل الرابط مثلا أنا القناة عندي هذا هو رابط قناتي هنا سأختار الفيديو مثلا أريد أن أختار هذا الفيديو هو الذي أريد أن أرفع فيه مثلا اللايكات أو المشاهدات او يعني من هاد الفيديو اذهب لهاد ثلاث نقاط و اقوم بنسخ الرابط بختجر نسخ الرابط سانسخ الرابط هنا سيظهر لي نسخ الرابط هنا سانسخ هنا سانسخ الرابط و مباشرة ارجع لي تيوب من ها هو تيوب من اللي دي هنا على الشاشة و اقوم بنسخ الرابط لكي تظهر لدي القناة و اقوم باستخدام اد اذا هاتي قناتي سوسو شانيل بعد ان اثبت قناتي يكون صعب علي ان اغيرها اذا هنا سأثبت قناتي نعم اقول لهم انني قابلة على هاد الشروط والشروط انني لن اغير مثلا القناة هنا يعطيني هل تريدين ان تدعو اصدقاء او تريدين ان تقوم بنسخ الرابط الان المرحلة الثانية وهي تجميع النقاط هيا فلنبدأ الشرح الان المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي تجميع النقاط لكي اجمع النقاط لدي مثلا اختيارين اما ان اشترك عند قنوات و اما ان اشاهد انا اقوم بالمشاهدة هاد المتلت انا هذا هو الشي اللي اقوم به أذهب هنا للمثلث مثلث هنا وأقوم بمشاهدة الفيديو مثلا هذا الفيديو فيه تمانية هنا فيه تمانية وخمسون ثانية أوكي تمانية وخمسون ثانية بعد مرور هذا الوقت سأربح تمانية واربعون كوينز وستظهر هنا فوق حسنا إذن هنا ستلاحظون أن الثواني تنقص الثواني تنقص وبعد مرور هذا الثواني هذا المجموع النقاط وهو تمانية واربعون سأراه هنا ممكن حتى أنه بعد الصوت ستنتهي سينتهي هذا المشاهدة سأنهيها سأشاهد غيرها وسأشاهد غيرها حتى تكون عندي هنا حتى تكون عندي هنا يعني مجموع النقاط كافية لكي لكي أبدأ التحويل حسنا والآن مع المرحلة الثالثة وهي كيفية تحويل نقاط إلى خدمة مشتركين مشاهدات ساعات أو ليكات المرحلة الثالثة كما ترون أنا جمعت هذا النقاط وهي 2568 عندما جمعت هذا النقاط الآن سأحاول أن أمر للمرحلة الثالثة وهي أن أحول هذا النقاط إلى خدمة سأذهب هنا لهذا الزائد هنا هنا لدي هذا الزائد هنا أقوم بالضغط عليه ويطلب مني ما هو نوع الخدمة التي أريد هل أريد مشاهدات على فيديو معين هل أريد مشتركين وليكات أو هل أريد أن أبعث رسالة مثل هذه لكي يشاهدها يعني الناس الذين يشتغلون بـ أنا مثلا أريد مشتركين وأريد لايكات إذن سأطلب اللايكات هنا أقوم بـ select هنا أحدد عدد المشتركين الذين أريد أن أضيفهم لقناتي أنا سأضيف أقل شيء وهو خمسة وبالنسبة لي الثواني سأطلب أكتر شيء لماذا؟ لأنني أحتاج الساعات أريد أن يشاهدني مثلا الناس لعشر دقائق عشر دقائق لكل شخص يعني سأضيف ساعة واحدة تقريبا ساعة واحدة بعدها أقوم بـ select هذه الخدمة فيها أربعة تلاف ومئتان أنا لدي فقط ألفان وخمسمائ وثمانية وستون يعني يجب أن أضيف أكتر من هذه مجموعة النقاط هنا لكي أعطيكم مثال سأختار مثلا دقيقة ونصف أو ممكن أن أختار مثلا دقيقة ونصف حسنا سأطلب دقيقة ونصف فقط لكي أشرح فقط لكي أشرح لكم بعدها select هذه الخدمة مجموعها 1650 نقطة بعدها أقوم بـ done يقول لي يعني يعني هات الشروط يجب أن أقبلها accept وهنا تبدأ الحملة التي قمت بها وكما تلاحظون نقص عدد أو مجموع نقاطي وصلت هنا إلى 918 ممكن أن أترك الحملة هنا وأن أذهب هنا لكي أكمل لكي أكمل تجميع النقاط ولكي أحصل على مجموع نقاط كبير لكي أختار رفع ساعاتي كذلك نفس الشيء لرفع المشتركين ولرفع أيضا اللايكات وأيضا المشاهدة إذن هذا كان فيديو اليوم فيديو شرح طريقة الاشتغال ببرنامج تيوب من مراحل بسيطة أتمنى أن تستفيدوا منها وأتمنى أن تجربوها لأن بالتجربة يمكن أن تكتشفوا البرنامج وأن تكتشفوا روعة البرنامج وسهولة استخدامه وفي النهاية أشكركم على طيب المشاهدة وأراكم في فيديو قريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة